اشتركوا في القناة 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 لاننا اذا اغفلنا هذا السؤال قد نجد فجوة تاريخية في التاريخ الافريقي او التاريخ الاسلامي بهذه المنطقة لا يملأها الا بالنظر في هذا الجانب لذلك اخترنا هذا الموضوع اذا في المصادر التاريخية حقيقة عندنا مصدر تاريخي تقريبا واحد يؤكد لنا عن وجود الابادية في غرب افريقيا من اول نحن نتحدث عن البداية الجنينية للإسلام في غرب افريقيا فإن ابن باتوتا المتوفى سنة سبو مية والسبوين للهجرة يقول يتحدث في رهلته عن غرب افريقيا يتحدث عن مدينة الزغري فيقول وبعد مسيرة عشرة ايام من اولتان وصلنا الى قرية الزغري وهذه القرية في مملكة مالي وهي قرية كبيرة يسكنها تجار السودان ويسمون وانغرات الوانغار ويسكن معهم جماعة من البدان يذهبون مذهب الإبادية من الخوارج ويسمون سغنو والسنيون المالكيون ويسمون توري وسنة الى هذا النس بعد قليل وفي المصادر الحديثة نرى المصادر الحديثة حقيقة كلها تؤكد أن الهاملين الأول للإسلام إلى غرب أفريقيا هم الإبادية لأن العلاقات التجارية كانت بين المنطقتين حتى قبل ظهور الإسلام ويسمى هذا في وقت مبكر التجارة الصعمة نقلنا كلاما للغنيمي ونقلنا كلاما آخر لباهس اسمه غسلين أو باهس يبدو يقول من الواد أن أوليك الإباديين أو البربر بين قوسين كانوا أوائل ناشري الإسلام ببلاد السودان وبتعبير آخر بقرنين تقريبا قبل الهدور المرابطي من المصادر نذهب حتى إلى التلمس الوجود الإبادي في غرب أفريقيا ونجد هذا في الآثار علماء الآثار وجدوا علاقات بين المساجد المساجد التونس الميزاب في التونس وبين مساجد غرب أفريقيا بمعنى المساجد ويسمونه التراث الإبادي هذا موجود في كانم وفي برنو وفي مساجد فتاتورو في أقصى الغرب في أفريقيا ونقلنا كلاما لأحمد إلياس باهس أحمد إلياس يبدو هو حسب بحسنا المتوادي هو تقريبا من أندر الذي نبحث في هذا الموضوع ونعم إذن في هذا في المصادر رسومية في Tahir فمدينة تدمك كانت هي وستة النشاط التجاري بين الدولة الرسومية و مملكة غانا والتجار الإباديون بطبهم كانوا الوقود لهذه التجارة والباكري يصف في وصف الباكري لمدينة غانا القديمة أو عاصمتها المسمات بغانا نجد هذا الأمر مؤكدا أيضا لكن يبدو نذهب السرع في مملكة كانوا بورن نعم لأنها كانت أقرب الممالك إلى الدولة الرسومية علاقتها أيضا كانت نشطة مع الدولة الرسومية والأمر دخول الإسلام هو يعزي الدخول الإسلام إلى الهادي الأثماني لكن الباهيس هسكت ميرفين وهو من نقول من الباهيسين المعاصرين له اهتمام بهذه المنطقة السودانية الأوسط ينفي هذا الرأي يقول لا من المنطقة جدا أن يكون الإباديون هم أول لأننا لا نتوقع أن تكون العلاقات التجارية بين الدولتين نشطة والإسلام هو الهامل أصلا هو الذي ينشط هذا النشاط فلا يكون هناك علاقة إلا بعد السنوات قرنين أصلا هذا لا يتوقع بعد ذلك في مملكة المالي الآن لأنها تقريبا متأخرة نسبيا عن المملكتين أو الإمبراطوريتين السابقتين فالنشاط الآن النشاط ينتقل من النشاط التجاري إلى العلاقات الدبلوماسية بين المملكة دولة رستمية و مملكة المالي والناس الموجود عندنا عن دخول الإسلام في المملكة المالي البكري يريدو هذا والقصة معروفة لديكم أن البلاد أجدبت واملوا كل شيء من السهر ومن عبادة الدبلوماسية هو جده لأنه سافر إلى بلاد السودان سنة 575 للهجرة وهذا إذا حقيقة دققنا في المعطيات الأخرى هذا يؤكد لنا أنه ما هو أكبر اهتمال أنه هو لكن الوقت لا يسمى لنا حقيقة إذن نعم في الاجتماع نحن نريد أن نتلمس هذا أيضا في الاجتماع في الاجتماع الجوانب الاجتماعية الأسرة أو الأشيرة الموجودة التي أكسرها ابن بطوطة أنها إبادية سغنو هذه هي الأسرة أو الأشيرة العلمية التي قامت بنشر الدعوة الإسلامية وحتى اليوم أشاعر موجودة هي علمية في بلاد غرب أفريقيا كافة ونكمل دقيقة من فلكم في المظاهر نحن أيضا حاولنا أن نتلمس بعد الجوانب الشبه بين الجوانب الثقافية الإبادية وعندنا في غرب أفريقيا فوجدنا من القواسم المشتركة الإمامة النظر إلى الإمامة جميع الزعماء أو القادة المسلمون الذين أسسوا ممالك والزعمات في غرب أفريقيا كانوا يستنكفون أن يتلقوا على أنفسهم لقب مالك وإنما لقب إمام أو أمير مثلا الأمير أو الإمام ساموري توري الإمام أحمد لوبو الإمام مالك سي الإمام أبد القادر كان كل هذه الأشياء تبعوا لقب إمام ولا يقبلوا لقب مالك أو غير ذلك وحتى أسكية محمد كنا أيدان حكذا إمام أو خليفة ومعزيرتان للوقت أشكر لكم حسنا استماعكم والسلام عليكم ورحمت الله أشكر مجدد لكافة الإخوة والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته